الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبا يوم تابعين السباكة اهلا بكم. آآ النهاردة معنا دي اول حلقة آآ مع قناة آآ ابو احمد لاعمال السباكة. آآ معنا خلط ان شاء الله آآ ادي الاسطاندر. ده خلط مطبخ. آآ احنا تعرف مع بعض ازاي ان احنا نعرف نركبه بنفسنا يعني. دي معنا الكرانكات بتاعته. آآ تركيبه سهل خلص يا جماعة يعني ما فيش آآ اي صعوبة فيه. آآ اول حاجة ان احنا بنحاول نحل الطبات. دي آآ طبات اختبار. طبة طبة بلاستيك. آآ والاسف ان مشان اللي كنت والله مأسس الشغل ده هو كان في حد تاني دي عيادة الدكتور آآ يعني كزا عيادة مع بعض. دور بحاله. ان شاء الله برضو هنوريكم. آآ في اخر الشغل ان شاء الله تجمعات الغرف اللي هي كل غرفة راكف بها حوض وفيها اتنين حمام وآآ مطبخ ان شاء الله. آآ معنا الجزء الطبة اللي هي آآ بتاعت البرض زي ما احنا شايفين آآ مقطومة. بنحاول ان احنا بجنب المفاكي او يعني بنسيف المفاكي عشان خاطر ما يجرحش السن معنا. ايا كده كده بتبقى بلاستيك ضعيفة معنا. آآ ممكن لو معنا خبور آآ او سنبك يعني بنشكوش وبندقه في قلبه من جوة بحيس ان هو يديني نفس المسافة بتاعت الفرغ بتاعها من جوة. وبالمفتاح انجليزي بتحل بتحل معنا يعني آآ سهلة يعني بس الغزميل او البنطة مش مش موجودة يعني حاليا معايا. فممكن عادي بنفكي زي كده. وبنحاول ان احنا آآ نكسر بس منها جنب بسيط بعد كده هي ان شاء الله آآ بتطلع معنا آآ بسهولة. طبعا نفوية ان ما بين فتحة البارد والسخن احنا قلنا جماعة معنا من خمستاشر لستاشر سنتي. وآآ حتى ما فيش للأسف ميا معنا ان احنا آآ مفروض ان احنا نفتح ميا عشان لو في اي حاجة معنا في المواسير آآ بس الاسف المضخة آآ ما جاتش لسه يعني لسه مركبش مطور تحت آآ فان شاء الله يعني هيبقى في تركيب مطور بعد ما انشطب بازن الله. فالميا مش موجودة حاليا دلوقتي بتطلعش غير في اوقات معينة يعني بالليل متأخر. بس احنا نحاول ننظف كويس يا بيبان معنا الكوع ازا كان في اي حاجة فيه بيتبان قدام مننا ننظفها كويس. وآآ فوجيت طبعا ما بين الفتحة البارد والسخن معنا آآ حوالي تلتاشر صنط ونص. آآ طبعا في في فرق حوالي بتاع صنط ونص ما بين الخلاط وكيرانك ان شاء الله بيجيبهم معنا. بس يفضل ان احنا يا جماعة اي حد بيقس الشغل ان هو آآ آآ يعمل على ما بين السخن والبرد على خمستاشر صنطي. طبعا شايفين فرق قد دي. فرق كتير طبعا بس ان شاء الله كيرانك هيجيب معنا. آآ لان كل الخلاطات اللي عندهم اكسر ديا آآ بيكون المقاس بتاعها على خمستاشر صنطي آآ يعني في خمستاشر خمستاشر ونص ما بيعدش الخمستاشر صنط ونص يعني. آآ الميزة الكويسة برضو ان كل اللطم الخلاطات اللي هي بتكون يعني جودتها عالية او بتكون يعني حية كويسة. بيكون الكيرانك بتاعها آآ طويل وبيجيب معنا المسافة. يعني انا عندي كده المخارج بتاعتي اللي في الحيطة آآ مدفونة عن مص البلاط آآ ما يقارب من نص سنطي يعني او يزيت شوية فان شاء الله الكيرانك برضو هيجيب معنا مش هنحتاج عقل توصيل. لو انا عندي وش المخرج بتاع السن الكوع اللي في الحيطة جاي على وش البلاط او مدفون نص سنطي زي ما انتم شايفين ان شاء الله مش يحتاج عقل توصيل. هيركب الكيرانك معنا على طويل. هما بيبقوا مطولينوا في الخلاطات المعتمدة يعني عشان خاطر ان اللوشاش ممتوباش ضعيفة. الوش النيكل بيكون محمل وبيكون آآ مسافته طويلة معنا او عريض. عشان كده بيكبره طول الكيرانك معنا. بس احنا نحاول آآ نزود بس شوية في آآ في التفن واحنا بنلف. آآ يبقى يعني التركيب سهل خالص هو نحن بس ننظف عشان نيركب معنا بسهولة لو عند اي حاجة في الحيطة. طبعا لو عندك مية متوفرة لو اي حد بركيبه يحاول ان هو بعد ما يحل الطباط آآ اكيد يعني في الشغل التأسيس يعني آآ هيكون مثلا المية موجودة فاحنا نجرب برضو المية يكون افضل يعني. لو آآ شغل قديم عندي خلاط قديم وانا حبيتها انها يجيب واحد جديد وهركابه مش محتاج انني يعني آآ نضغط معه الكده وانت هتشيل ده وتحط ده مكانه وخلاص. آآ كل اللي بنحتاجه مفتاح بلدي او مفتاح فرنسا وزي كده. مفتاح بلدي آآ اربعتاشر خمستاشر. بيجيب معنا السامولة الكيرانكي طبعا ما بيبقى فيه جزء كده آآ مضلع معانا ما بين آآ السن النص و السن التلات تربع. لان كيرانكي مسلوب معانا. ده اسمه كيرانكي يا جماعة بيبقى مسلوب جاي مع الخلاط. بيكون الخارج بتاعه تلات تربع لان كل سامولة الخلاط اللي موجودة في السوق بيكون تلات تربع. والنص آآ السن اللي هو النص ده اللي بيربط معانا في الحيطة اللي انا لفيت عليه تفر. فبيكون فيه ما بين الجزئين دول بيكون فيه جزء مربع كده نحاول نربط منهم عشان ما نجرحش بس الايه? آآ السن. بنخطيب برضو الخلاط كده في اخر اللفة معانا. طبعا احنا هنخلي وشهم في حالة ان ما يكون الفتحة دايقة بتاع السخن والبارد بنخلي وش الكيرانكات عكس بعض يعني بيكون وشهم لبرا. على اساس ان هو يجيب معاي. طب لو عندنا الفتحة كبيرة مسلا آآ سبعتاشر ولا حاجة او فوق سبعتاشر سنطي بنخلي وش الكيرانكات آآ الاتنين في اتجاه يعني للداخل. ويكون وشهم لبعض. بحيس ان هو يجيب معاي. طب في ناس بتابعت بيقول لك انا بيجيب مسلا الخلاط والكيرانك مش جايب خالص. يعني الكيرانك اللي جاي مع الخلاط مش جاي. في كيرانكات هجمعها بيكون آآ مخصصة الحقيقة ده متوفرة في السوق. بيكون الكيرانك معانا آآ الدوران بتاعه حوالي تلاتة سنطي بيوبة كبير معانا. فهيجيب آآ هيجيب معانا ان شاء الله الكيرانك الكبير ده هون. يعني متوفر برضو. لان مش هينفع ان احنا نكسر في الحيطة طبعا عشان آآ بنخليش حوالين الكوة ده او بنكسر في حلقة واحدة. لما انا يبقى عندي وشين الكوة اللي طالعين من الحيطة دول عكس بعض. يعني واحد طالع ايدل والتاني لافف او الاتنين عكس بعض او او متجي ان اتجاه الداخل مسلا. آآ وشهم مش ميزان بمعنى اصح. في الحالة دي انا باضطر ان انا اخلى حوالين الكوة بنفك وكسر بواحة كده حوالين الايه? آآ الكوة معايا. عشان خاطر انني آآ يدي معايا سوستة او ان انا قادر الف وشه شوية سنة كده وكده. طبعا في البلاستيك بيجيب معانا شوية دول امكان انا عملت فيديوهات قبل كده. على آآ قناة الجديد اليوم. آآ نحاول برضو ان احنا ما ننساش ديا. الجوانات بتاعته بيجي معاه آآ جوانين اتنين. دايما بيجيوا مع اي خلاط سواء جودته عالية او مش جودته عالية يعني متوسط برضو بباجاة مع الكوة بتاعته. طب لواني آآ بعد ما ركبت ولقيت عندي في تسريب. ممكن يحصل تسريب خفيف لواني ومربط الصمورة وحاطة الكوة والدنيا تمام. في حالة انني لو هو زي ما نتكلمت وش الكوع لفف سنة. ممكن يبقى للجنب آآ وشه لفف لفوق اللي تحت. اي اتجاه يعني بيكونوا عكس بعض. فبيباش الكوة مطبع معنا كويس. تأكد ان الكوة مش هتطبع. في الحالة دي اه دايما ممكن ساعات الخلاط ايجي الكوة بتاعته وبتوبة ضعيفة. اه يعني ارجاية مش مش مدي اتخنا جملة. في الحالة دي بيجيب كيس آآ جوانات تلتة اربع من عند محلات آآ الادوات الصحية وانا بيجيبه الخلاط. اه وبعد ايجيبه عدوة مش غالي باتنين تلاتة جنيه بيبا الكيس فيه. اه حوالي سبع تمن جوانات. بضيف كمان اتنين مع الاتنين بتوقع الخلاط. دي معنا اه اه الانطرة بتاعت الخلاط ايا. اه طبعا الانطرة دي انا ما بفضلش خارص الانطرة اللي تحت دي لان يعني بتبص بسرعة فعلا وفي ناس بتزهق منها بالذات في المطبخ. لانها بتبقى واطية وبتعاكس في الاستخدام او بتزهق يعني. دايما في المطبخ كل اللي بيستخدم بيحب ان يكون الانطرة ده عالية او متحركة ان هو يحركها ايه? اه تكون عالية يعني. هو في الايدي الستندر او في انواع تانية في منه كده وفي كده يعني في انطرته من فوق وفي من تحت يعني كل واحد على حسب ما بيحب يعني. بس دايما عشان بتبقى رجبة من تحت اه بتهوى بسرعة او بيحصل فيها تسريب على طول اه اي خراران مية وبتاع فبيبقى نازل عليها ذات نفسها فاول حقيقة بتبص فيها الجوان بتاعها اه او الجوانات اللي هي بتبقى في الزور بتاعة بتاع الانطرة. وعلى فكرة الصمولة بتاعة الانطرة دي بالزور بتاعها لهم كتا غير برضو موجدين لان في ناس بتحلها ترمية وتجيب واحد جديد على بعضها. وده عام بتبقى غالية اه بتخش في خمسة واربعين خمسين جنيه. لما جدا في السوق فاحنا ممكن اه بمفتاح يلن اتناشر وبنحل الزور دهوا وبنجيب له زور بصمولة لو الصمولة انكسرت بنجيب له بس اه صمولة وتركب على نفس الزور. او عن معنا الصرف برضو ان شاء الله اه صرف الحالة معنا ده صرف تركي. تلاتة بوصة. برضو ببجاية كوتشتين واحدة كبيرة. تلاتة بوصة واحدة صغيرة اللي هي بتربط من الاسفل دي. ان نحاول ان احنا ايه اه نتأكد ان هي موجودة عشان ما يحصلش تسريب بعد كده. الحية التانية برضو عندي المصفع. في ناس ساعات بتركب الكوتشة كبيرة من فوقها جماعة. بلاش تركب من فوق خالص. تركب من اه من تحت معانا. اه برضو بيبقى فيه جوان في في المصفة دهيا دي عشان لو انا حبيت اقفل الحل او ام لها مية. اه بنضغط الكوتشة دي بتقفل بتكون معانا من الاسفل. بينزل الصبع دهوا مع الايه? مع المصمار اللي انا هحلو دهوا بيقفل معانا ومي. اه ممكن بقى موجودة عادي مشان مع كده نشيله وما فيش مشكلة. عايزين نسيبه لغاية مسلا لو احنا شغالين في الشقة في دهان او في شغل. نسيبه بعد كده نبقى نشيله بعدين ما فيش مشكلة برضو معانا. اهم حية بقى زبطة الكوتشة دي جماعة من تحت. نحاول واحنا بنسبتها ان احنا بنلمحة من فوق. عشان تبقى مستنطرة كويس عشان اه ما نجي نربط المصف معانا تربط معانا كويس. طبعا بفيه حتة عريضة كده ما بنضغط عليها بتوصل لها تقفل معانا مع الكوتشة اللي تحت. وفيها انواع تانية بيجي معاها المصفة. طبعا اه خلط اه ايدي الاسطاندر والسمرت الشغل الجروهي والحاجات دي ما فيش كلام فيها يعني دي حاجات ايه اه ما نقدرش نتكلم فيها خالص اه خامات كويسة. ده معانا الصرف اللي طلع من الحيط هوا واحد ونص بوصة ركب على كوة خمسة واربعين اهم حاجة يكون اه خمسة واربعين ده اجي معا عشان خاطر ما احصلش بعد كده معايا اه تسريبات. الميزة الحلوة برضو من خروج بتاع السفون معانا اه بوصة واربع معانا. بيقودش عشان الصوت ما يرنش معانا في الحلة ببقى جاي في الحلة ذات نفسها. لان لو مش موجود مع استيغضام المية مع بيعمل رانة كده. فده بيكتب معانا الصوت. ده محمس للفلتر ان شاء الله. وانتظرونا ان شاء الله في الفيديوهات القادمة. وارب ما كنا قدمنا لكم هي مفيدة وما تنسوش العجاب والاشتراك في القناة عجبكم في الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.